زي ما حضراتكم سمعته أختنا الأولانية أول المتصلات عندها ما شاء الله لقوة العيلة بالله توأم والولاد صبيان 13 سنة طبعا عندهم شقاوة زيدة ومش ملتزمين زي ما سمعتم وصوتهم عالي وبتخنقوا مع بعض وعايز أقول لك بنتي أن تقريبا تقريبا دي سمة من سمات الولاد بتوع الجيل ده اللي هو فرط الحركة والشقاوة الزيدة واللسان الطويل والجرأة وعدم الخشى وعدم الاستحياء من الكبير سواء الأب ولا الأم أبوه موجود أمه موجودة مش فارق معاهم دي سمة من سمات الجيل بسبب ضعف مستوى التربية في البيت من ناحية ما فيش تربية في المدارس طبعا كالمعتاد الشارع العام زي ما حضرتك عارفة الولاد برة أشبه بالجنون والعفريط الإعلام والأفلام والمسلسلات والمصرحيات والسوشيال ميديا وكل ده عوامل بتؤجج الإصراع داخل الولاد بتؤجج فرط الحركة وعدم التأدب بالأداب العامة داخل الولاد بالذات طبعا الصبيان تربية الصبيان أصعب كتير من تربية البنات كما يقولون وبالتالي المرحلة السنية دي كمان إضافة أخرى أن المرحلة السنية دي مرحلة صعبة شوي اللي هي مرحلة ما بعد التمييز إلى مرحلة البلوغ اللي هي من 11 سنة كده وطالع 11-12-15-16-17 الخمس ست سنوات دول من أصعب السنوات اللي تمر على الولاد خاصة في ظل العوامل اللي أنا شرحتها دي اللي هي العوامل البيئية والعوامل البيتية ضعف الإيمان وضعف التربية والفساد في الشارع والفساد في المدرسة والفساد في الإعلام وكل ده عوامل بتخلي الولاد خارج نطاق السيطرة تماما لا أب مسيطر ولا أم مسيطرة لو أضفنا لكده سبب عندك أنت كمان أن الأب شايل إيده وده أكبر خطأ لأنه الولاد الصبيان أحوج ما يكونون إلى إشراف الأب وتربية الأب عن تربية الأم يمكن الأم تعلم لكن الأب يربي بنسبة للولاد الصبيان البنات يمكن العكس الأب يعلم والأم تربي فهي أقرب كثيرا إلى بنتها والولاد أقرب كثيرا إلى والدهم بحكم توافق الجنس فيما بينهم فكون الأب يشيل إيده دي خطيئة مع أنه هو أصلا رئيس البيت والمكلف شرعا من الله عز وجل والمكلف شرعا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هو المسؤول عن التربية المسؤول رقم واحد عن التربية يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويتوعد أولئك الذين يفرطون ويضيعون في مسؤوليتهم عن تربية الأولاد وحاصر دوره أنه بس بيجيب إرش من بره عشان الأولاد يأكله ويشربه ويعيشه هو دوره في الحياة فيتوعد النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر هؤلاء في حديثه المشهور الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت أو من يعول حسب امرئ من الشر يعني كفاية ذنب كبر وفحش أنه يضيع من يكون مسؤولا عنهم في تربيتهم وإعالتهم فالأب غلطان طبعا لا شك خاصة المرحلة الصينية دي الولد لما بيكبر بيشم نفسه شويتين على أمه وبالتالي لو الأب متأخر دوره أو دوره مش موجود ممكن الأب يتسبب في أن الولاد يلغو أمهم من حياتهم أصلا ويعتبر أمهم زي أي حد في الشارع فيتطاول عليها الإبن بالكلام ورفع الصوت وده من العقوق المحرم اللي الإبن لو يدرك كارثة ما يفعل لا يمكن أن يتجرع عليه أبدا لأن عقوق الآباء من أكبر الكبائر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام ولو الأبناء يعرفوا قدر الآباء والأمهات يعرفوا قدر ما أوجب الله عز وجل عليهم من تقدير واحترام وبر الأباء والأمهات لا تغير حالهم ربنا عز وجل في القرآن يقول فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما ويقول وصاحبهما في الدنيا معروفة أما أنت أياتها الأم فنصيحة لك أن هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى النصح والرفق والتفاهم أكثر مما يحتاجون إلى السب والشتم واللعن والضرب وغيره ليه لأن المرحلة السنية تقتضي هذا إن كبر ابنك خوي كما يقولون ده شيء مهم جدا لازم تعديل وضعك فيه الأمر الثاني أنه من أفسد الوسائل اللي تفسد الأولاد أن احنا ندعو عليهم ندعو عليهم الصواب أن احنا ندعو لهم بالهداية والصلاح والتوفيق والنجاح والسداد إنما أن ندعو عليهم يبقى احنا كده بنفسدهم أولا بنقع في الحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أبنائكم ولا تدعو على إخوانكم ولا تدعو على أموالكم إلى آخر الحديث طيب ليه ما ندعوش قال لألا توافق ساعة من الله عز وجل فيكون ثم هو أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنت قعد تقولي يجيلك ويحط عليك طيب ربما يكون باب من أبواب السماء مفتوح في هذه الساعة أو في هذه اللحظة فترفع هذه الدعوة ويستجيبها الله عز وجل فتنكوي أنت بنار هذا الولد اللي هيحصل له الكذا ويحصل له الكذا والأشياء التي تدعو بها على الولد فما يصحش الدعاء على الولد أبدا لأن هذا حرام وهذا يعرضهم ويعرضك أيضا للخطر لأنه لو الولد جرانه حاجة أنت هتشيل اسمها عند الله عز وجل وهتكتوب نارها في الدنيا فضالي طول عمرك لحد الممات تؤنب بنفسك أنا السبب أنا السبب أنا السبب حيث لا ينفع الندم الأمر الثاني أن الدعاء على الولاد يفسدهم الرجل جاء للحسن البصري عليه رحمة الله بيشتكيل شاءوت الولاد قال أنت تدعو لهم تدعيلوا بالهداية والصلاح فالرجل تفاجأ قال لا بل أنا أدعو عليهم أنا بديع عليه مش بادعيله قال أنت أفسدته دعاءك علي سبب في إفساده فإحنا عايزين نغير الطريقة دي مع الولاد في البيت أولا تأخذيهم بالرفق واللين ثانيا لابد للأب أن يكون له دور فعال وقوي مع الولاد الصبيان في بالذات في هذه المرحلة السنية من عشر سنين وطالع الأمر الثالث أن إحنا نجتهد في الدعاء لهم بظهر الغيب أن يصلحهم الله وأن يسددهم وأن يهديهم لأن دعوات الوالد لولده ودعوات الأم لولدها من الدعوات المستجابات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالدة لولدها أو قال دعوة الوالد لولده أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد